مأموني الشناوي انت كتبت لما كان عندك كوفيد الله لا يعيده في 2021 وكتبت كده نصا انه داينون علي ان انا اكتب اكتب داينون واجب والنفاذ عن مجموعة اشخاص عايز تعمل عنهم كتب وعلى رأسوهم مأموني الشناوي انتعرف لما اثناء المرض او الفيروس القاتل ده انا رحت المستشفى يعني وصل لدرجة ان انا كنت في العزل وانا فاكر بعتلك رسالة فاقلتلي مش عارف خد ايه بس الكلام ده لازم يكون مرة يومين لو مرة اكتر بقى ربنا انت وربنا فاقلت خلاص يسايباني مع ربنا فرحت المستشفى لانه الدواء اللي انت قلتهولي كان مرة اكتر مش فاكر ايه هو كان مرة اكتر من يومين على بداية الكوفيد انت كنت من اوائل الضحايا اللي راحوا المستشفى يعني ما كانش بقى لا كان سبقني ناس راحت لا قزي بعد كده بقينا بنتعالك في البيت بنتعزل في البيت لا لا ما انت في مرحلة بتتعالك في البيت عندما يفشل علاج البيت تريد الاكسوجين يقل بتروح المستشفى المهم في الوقت ده كان بدأ ليه اصدقاء بعضهم يتعبوا بعضهم يرحلوا يعني كانت الامور كانت قاسية جدا واخارب فاساسا الحالة النفسية كانت في الحضيد وان راية عزل قرابة عشرة ايام كويس فتذكرت حاجات كتيرة كان دايما كده لما بتحس انك قربت يعني انها قربت فبتتذكر اللي عليك لو عليك فلوس تدفعها طب عليك دين تاني مش فلوس كتابة فقلت اه يبقى لازم اسدد الدين لان عدة كتب فعلا كنت يعني اعدت مادة بس لسه ما عدتش عليها منها او على القصاعة من مقموني مقموني الشناوي كنت بقول له مش بالضرورة تكون قريبه او من دمه عشان تعرف امته وكلماته العزبة اللي كانت يعني محركة ومشكلة لكتير منه يعني بدي الاغاني اللي انت جبتيها كلها بالتأكيد تجاوزت بعدها تجاوز الستين والسبعين عاما بالتأكيد والثمانين عاما ولسه عايشها